بقول لك يا ميد. نعم. هو انا ممكن يكون على تليفوني اكتر من نسخة واتساب وكل نسخة برقم تليفون مختلف? طبعا من خلال الشرح اللي هنشوفه دلوقتي نقدر نفتع على تليفون واحد خمس نسخ من الواتساب وكل نسخة لها رقم مختلف. طيب قبل ما نبدأ ونشوف شرحي اليوم لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد. واتمنى من كل اخواتي واصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير. وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة. اول حاجة علشان حضرتك يكون عندك خمس نسخ واتساب بدون اي برامج خارجية مباشر هنفتح مطجر جوجل بلاي وهنزل واتساب الاعمال. يعني هاجي في البحث من هنا وهكتب واتساب اعمال. اهو. يبقى احنا هنزل واتساب الاعمال. لان دي نسخة. والتانية انا كده عندي نشختين. طيب هنبتدي ننزل سطارة الاشعارات. وهنفعل المجلد الامن. المجلد الامن. طب ملقيتش المجلد الامن. بضغط على علامة ازاي ديت. وبدور في الايقونات اللي فوق. لقيت المجلد الامن. بسحب كده وبنزله تحت هنا في سطارة الاشعارات وبعمل تم. واخلي المجلد الامن باللون الازرق. يعني لما حضرتك تضغط عليه. هينور باللون الازرق. ده بيكون شكل المجلد الامن. اهو. ببتدي اسحبه كده على الشاشة الرئيسية بتاعت التليفون زي ما انا سحبه كده بالزبط. هبتدي افتح المجلد الامن. هضغط على علامة الزائد الموجودة من فوق. اقدر انزل تطبيقات من المتجر او من جالاكسي ستور. ولكن هنا في المكان ده بتظهر لكل التطبيقات بتاعته. لو نزلت تحت كده احدد على التطبيقات اللي انا عايز اضفها. انا ضفت كده الواتساب والواتساب الاعمال. هعمل اضافة في ثواني حينضافهم داخل المجلد الامن. انا هنا في المجلد الامن. لو فتحت نسخة واتساب الاعمال. هقول له الموافقة او المتابعة هيطلب مني رقم. يبقى انا عملت كده نسخة واتساب. اهو. هيطلب الرقم. نفس الشيء في النسخة العادية اللي داخل المجلد الامن. هفتح كده. هوافق على ان انا اختار اللغة. وبعدين الموافقة او المتابعة وبرضو هضيف رقم. يبقى انا عندي هنا كده نسختين. وبره نسختين فاضل نسخة. هنفتح مباشر الضبط. وبعدين هاجي في البحث هنا من الجنب هكتب المرسل المزدوج. او هكتب بس المرسل. المرسل. اول ما بكتب المرسل بيظهر لي المرسل المزدوج. اهو. المرسل المزدوج. بتبقى في الميزات المتقدمة. لو ضغطت على المرسل المزدوج هتنور معي من تحت. اقدر اسبت كمان نسخة واتساب. اول ما فعل الزرار ده واقول له تثبيت. هتتثبت معي نسخة واتساب اضافية. يبقى انا كده بقى عندي خمس نسخ. هنشوف النسخة الاخيرة بقت باللون البرتقاني. لو سحبتها بالشكل ده. بقى في عندي هنا ابعد المجلد الامن. بقى في هنا عندي ادي نسخة. التانية التالتة. واتنين داخل المجلد الامن. ونفس النسخة الاخيرة لو فتحتها اللي هي باللون البرتقاني. هقول له الموافقة. الموافقة والمتابعة اقدر اضيف له رقم. وبقى انا كده عارفت ازاي يكون عندي خمس نسخ اخوات ساب. وكل نسخة لها رقم منفرد. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افت حضرتك ولو بمعلومة. ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.